أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في منطقة الصف بجيزة بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي جاء ذلك خلال جولتي بعدد من المشروعات بمحافظة الجيزة استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف التي تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار وتفقد رئيس الوزراء عددا من مكونات المشروع والتي تتمثل في أحد نماذج الورش بالمنطقة الاستثمارية